السلام من الشيخ. مع حضرتك تفضلي. سلام عليكم. وعليكم السلام والأبركاته. اه لو سمحت انا انا اخويا ابويا متوفي بقاله خمس سنين. ووالدي اه ما واخويا ما جانس حق. اخوكي متجواز بقاله خمس سنين? اه. وايه بقى? وابعدين كل ما اطلق كل ما اقوله يقول لسه ما عملت اعلان وراثة. وناس تفريق ما بيدنس لفلوس ولا حاجة من الارض. اه. ولا اه. افل التلفزيون يا اختي يا ام عمر افل التلفزيون شوية عشان اسمعيني من السماعة. اه يعني افل اه افل او 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 اوات الصوت واسمعيني من من التلفون اسمعيني من السماعة. حاط. طلع. اعلم. اعلم. ايوما كده كده كويس كده. يعني انا اول اخو بيا مات بقى له خمس سنين. هو مش عايز يديك حقك وبيقول لك اعلان وراثة. ايوة بيقول لنا اعمل اعلان وراثة. وبيزرع وبيقلع فيها وما بيدي مش حاجة خارج. لا هذا حرام طبعا. وانت من حقك من مغرب من الوليس يموت ان يحصل القسمة ويبقى ليك حق. مش مش مرتبط ده باعلان وراثة. بس عشان نحدد الحدود لكل واحد. على كل حال انت اسعي ان. احنا خمس بنات على ود واحد. اسعي انتوا بقى لعشان تعملوا يعني يشوفوا واحد محامي يعملوكوا اعلان وراثة. ما تتأخروش. يعني يلزع نعمل احنا? اه اسعوا انتوا اه. هو لازم هو اللي يسعى. اسعى نشوفه محامي يعملوكوا اعلان وراثة. وحددوا التاركة ايه? وخدوا حقك انتوا انتوا هو اللي ازدخل مستحصد الانسين. هو ولد واحد. هياخد نصيبه. اه. انتوا اربع منات بتقولي? خمس منات وكل واحد مننا خمس اه ستة عراريت وتسح تسهم. طيب يبقى انتوا ده حقك وتاخدوه. وتاخدوه من يوم. اه. تاخدوه من يوم. اه. من يوم ما مات الوالد. يعني ازا كان هو استفاد من الارض دية في الفترة دي كلها ليقوا حق فيها. اه. اه. ازا كان اجرها او اشتغل هو فيها يبقى انتوا ليقوا حق الاجار على الاقل. يعني ده حقوقهم ده منك. هو كان كبههم على البنك. لا شوفوا بقى شوفوا محامي. عاصلين ده شغل محامين. شوفوا محامي يزبط لكم الحق بتاعكم عشان اه الامور تخز. اه كده يفضل طول عمره يقول لك ما عملتش على الوراس. الله عالم بقى هو ايه ايه اللي فنيته. فانتوا اصعوا انتوا خد حقك. ان شاء الله. طيب هو هو الولد لما بيتوافع. اللي بساعدها هيت اللي لو هو عامل لو عامل لاخوية اه بساعدة هو اه 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 اعمل لها عامل له اه اللي هو بتاع اللي. بيع وشيرة يعني. اللي هو يعني عامل له مسلا التوكيل ارضي. توكيل. هو لما بيه يموت التوكيل يسقط. اه. توكيل بال بالوفاة بيسقط. مو ده برده كلام المحامين. بمغرض الوفاة يسقط التوكيل. سواء كان توكيل عام او توكيل خاص. ايه. اول راح ملاحة جمعية الزراعية عسان يحمل يقول طلو هنزح قبل مخلصة. راح قال لي انا رحت الجمعية الزراعية قال لي لازم تعمل اعلان وراس. على صلوحي بقى انت اللي محامي ويعمل لقاء اعلان وراس ان شاء الله. نعم. السلام عليكم امات الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك شيء. الحمد لله بيعلمين. بقول حضرتك لا سمحتان.